اسمح لي دو مع دكتور محمد رفعت ويمكن الموضوع ده يمكن دكتور محمد ليه تاريخ يعني احنا مش مصحناش من النوم لقينا النهار ده يلا سنة الموسم اللي جاي او السنة دي هنعمل ربطة الاندية احنا بقلنا سنين كتيرة جدا بنسمع على موضوع ربطة الاندية ولم تتحول او لم تترجم الكلام في الموضوع ده الى امر واقع ممكن تشرح لنا بس الموضوع سريعا جدا من بداياته كات ايه او ابتدى ازاي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بدأت فكرة انشاء ربطة الاندية بمسمها الجديد سنة 2013 ودي كان بوادر ظهور ما يسمى بلجنة الاندية تم تخصيص مادة في لاحة النظام الاساسي لاتحاد الكرة كانت المادة 62 في لاحة النظام الاساسي اللي تم تعديلها سنة 2012 تم تخصيص مادة اسمها مادة مادة 62 فيما تخص لجنة الاندية كانت اللجنة دي لما تم وضعها من قبل مجلس دارة اتحاد الكرة واعتمدتها الجامعة الممبية كانت نواة لاشهار ربطة الاندية المحترفة إذن الفكرة بدأ حضرتك من سنة الاندية طبعاً فيه اندية كتيرة والاندية العالم سبقنا من قبل هذا التاريخ اللي هو 2013 فيه ناس سبقتنا من نوز هذا التاريخ وروابط الاندية موجودة وموجودة عندهم احنا قلنا يعني كمجلس دارة اتحاد الكرة في ذات الوقت والجامعة الأممية في ذات الوقت قالوا ناخد خطوة ان احنا نعمل مادة سمت مادة 62 لجنة الاندية المادة دي كانت تنص على حاجتين ان يتم في بداية كل موسم لجنة مكوناة من تسع أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء القسم الأول ويكون هؤلاء الأعضاء هم بعدد تسعة ويضاف إليهم اتنين ممسلين على اتحاد الكرة ووظيفتهم أول حاجة تشكيل لجنة لإدارة مسابقات القسم الأول اتنين فتح حساب بنكي لإدارة حقوق الأندية من خلاله طب هو ده دور عمل الرابطة لا بس هي استبات يعني الاتحاد الكرة قال ناخد خطوة وبعدين يليها خطوة يليها خطوة عشان نخرج في الآخر للتحول الجزري ده ان يبقى في رابطة الأندية طبعا كان مخطط لها ان هي بدل ما تكون التحول المفروض سنة وتحول التحول ده أخذ سبع سنة فطبعا يعني متحول ولا متحولش طبعا طبعا إذا كنا هنتكلم بكل مصداقية وصراحة فاحنا بنقول السبب الرئيسي كان جزءين الجزء الأول اتحاد الكرة من جانب والأندية من جانب آخر طب إيه ليخص الجزء الخاص باتحاد الكرة أنه هو يعني داعم طبعا للتحويل بس كان فيه خطوات بطيئة تمام البطء البطء في التنفيذ كانت تعليلها بعض الأسباب أن عدم وضوح الرؤية المستقبلية من وجود رابطة أندية محترفة تستقل بإدارة المسابقة تمام كأن بالزبط أنا كاتحاد كرة عندي يعني إدارة مسابقة القسم الأول دي أهم مسابقة بنظامة تحاد الكرة مش عايزة تخلى عنها يخشى أن هي ما تدرش بشكل احترافي تمام فكان يعني بياخد حذره وخطواته عشان خطر تتمي بشكل احترافي طيب تمام